صحيح شريبتكم مرحبا بالسيد الصحفيين والسيدات الصحفيات مرحبا بكم في هذه النقطة الإعلامية لتعقدها حركة النهضة بعد عملية اللي تمت مع شرقان الفتر بالضبط وهي عملية اختطاف الأستاذ راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة وطعطيكم معلومة بعد اللي هو الآن أكد لدينا أنه في تكنة العوين قلت مع شرقان الفتر بالضبط في رمضان المعظم في ليلة 27 اديهم فرقة أمنية كبيرة نسبت نفسها لفرقة الحرس الوطني بالعوينة منزل الأستاذ راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان وتم تفتيش بيته بشكل معناها تعسفي بينصير وقت شرقان الفتر العائلة ما شقتش فترها قوة أمنية داهم الدار تفتش وبعثت الأخيات للمنزل ومن بعد اقتادت الأستاذ راشد الغنوشي إلى جهة غير معلومة لأن الفرقة الأمنية حرس الوطني بالعوينة حرس الوطني بالعوينة وأعلم المحامين بذلك وأعلم العائلة بذلك وقالوا لهم نهزينوا لذلك نتلاوينة كي خلطوا المحامين من بعد قالوا لهم ما ووش عنه هذا هي ساعة التالية توا تتصل بي أحد المحاميات أكدي الآن فقط والآن فقط اعتبرنا في حالة اختطاف الآن فقط أكدوا لهم أن الأستاذ راشد غنوشي رئيس حركة النهضة موجود فعلا في ثكنة العوينة ومنع المحامون الآن من الدخول والمشاركة أو الحضور في عملية الاستنطاق نحن كقيادة حركة النهضة نقولوا أن الممارسات هذه كما صارت مع النردين البحيري وكما صارت مع غيره تتعاود من الأسف الشديد وديما تتعاود في أوقات معينة وخارج القانون الأستاذ راشد غنوشي مواطن تونسي ورئيس حزب وإنسان معروف وطنيا ودوليا وإقليميا وساهم كاريره من قيادات السياسية في تونس يوم الأيام في قيادة هذه البلاد والذهاب بها إلى بر الأمان أن يعامل شخصية في هذا الوزن وبهذا الوزن وبهذه القيمة الاعتبارية ورئيس بر الأمان يعامل هذه المعاملة هذا أقل الحاجة ويقوله ما يليقش وخارج القوانين ولا يليق بدولة محترمة وتدعي أنها دولة ديمقراطية راشد الغنوشي تم استدعاءه عشرات المرات وكل مرة يمشي يبحث ويروح لنهار قال ما نمشيش ولنهار قال أنا فوق القانون ولنهار قال أنا فوق القضاء راح ترم القضاء ما فهمتش وما فهمناش في حركة النهضة أعلاش يتم التعامل مع الأستاذ راشد الغنوشي هكذا إلا للتنكيل ما عناش تفسير آخر إلا للتنكيل والتنكيل هذي الأسف الشديد ولا سياسة ممنهجة من طرف السلطة الأمر الواقع وهو الأسف هو هروب للأمام السلطة هذه اللي فشلت في تقديم حلول للأزمة الاقتصادية الخانقة للأزمة الاجتماعية الخانقة لغلاء الأسعار تهرب الأمام باستهداف السياسيين وقل العالم الكل يطالب بإطلاق سراحة السياسيين السلطة تزيد تعتقل راشد الغنوشي منطق معناها نسيبوا مشاكل تونس نسيبوا الأزمة الاقتصادية والمالية نسيبوا الاختناق اللي عنه تونسة ونزيدوا على قدام نهربوا قدام نجي نشدوا راشد الغنوشي يوم بعد شدان راشد الغنوشي بيش يجيب لك الماء يجيب لك السكر لحليب لتحب بنتي بشي حالك مشاكل تونس بشي حالك مشكلتك مع صندوق النقد الدولي أبدا راشد الغنوشي كان دائما رجل الحوار ورجل سلام ورجل حوارات وتوافقات وحركة النهضة هي حزب مدني قائم وسيبقى وسيناظل وانتم نشوفوا الديارين بيكم مضاموا كل شهداء حركة النهضة عاليمين وعاللي سار الحزب بذائل العمر هو شوار 40 سنة حزب مدني أدبياته مدنية معنا ما نخبه تحت الظو نخدمه راشد الغنوشي لم يدعو يوم من العنف وهو مفكر والمفكرين عندهم الحق عبر الآراءهم إلا فيها تحت هذه السلطة الراشد من الأسف الشديد قلت اللي سار اليوم مليقش وما ناشفهمينه وعلاش إلا أنه تشفي حزب حركة النهضة حزب مدني نعاود نأكد وقائم الذات وقيادته موجودة وقيادته موجودين وقواعده موجودة ويعام تحت الظو وتحت قانون الأحزاب لذلك عملية التشفي هذه والاستهداف الممنهج لرئاسة الحركة في شخصها الأستاذ راشد الغنوشي أصبح شيء مكشوف وللأسف ما يؤدي لحد شيء وما بش حل مشاكل تونس كما قلت العملية هذه كما قلت تمت في شهر فضيل في ليلة فضيلة وما ناش فاهمين ما هو ما قالوا ناش يستمع على شدوه راشد الغنوشي ما عنا حتى شيء أوفيسيال كل ما سمعتوه كل ما يتقال كل دي سبيكولاسيون وهم حتى شيء المحامين اللي بيش يجيبوا الأخبار ما دخلوهش ما خلوهمش راشد الغنوشي مشاه ما نعرفوش عليه هزدوها ما نعرفوش الرجل عنده أمراض ما نعرفوش عليه هزدوها ما هزش كني التهمة ما نعرفوش قال لي نعرفوه ان الفرقة اللي به قوامة الإرهاب تكيفاش سياسيين في تونس في هم اللي عملوا قانون الإرهاب قانون الإرهاب هذا تعمل في بغلمان برئاس راشد الغنوشي تتعمل المجرمين قانون الإرهاب تعملش للسياسيين للأسف الشديد في تونس اللي عملوا قانون الإرهاب بشيحمواه لبلاد وقالهم تحاكموا به إذا كانت حب تغلب خصمك تتهموا بالرهاب في تونس ما يجيش عيب إنه السياسيين يتحكموا بقواني الرهاب والتآمر على الأمن الدولة الداخلية والخارجية مش هكا العمل السياسي مباح في تونس ولا منعه تقول قول يا أخويا أنا ما نقبلش سياسة في تونس أنا أو لا أحد تقول نحكيي وقتها أما كنا عارضوك أحنا تقول نعارضو فيك مدنيا سلميا أعبطنا في المظاهرات ما مسي ناش شجرة ما مسي ناش حجرة ما عتدينا حتى لحد شيء قوات الأمن نحترموهم بالعكس أحنا تحننا جهيد 14 جنة في 2021 الله يرحمو نعبو 22 سامحوني أحنا عنا منارضين في الحبس زوج من نواب ريس الحركة في الحبس بتهم واهية بينا ملفات فارات وين بيش نمشيو نجيو نهزو الناس هكاكا ونعبط الطامة والعامة والعشرات والناس أسمع ونروعوا معناها حي كامل وفي اللخة التهمة ما شنية الله ها واعلم هتنحطوه غاديوم بعد نشوفه وانا ننبه لنا أنه حتى المحامين اللي حقهم يدخلوا مع الأستاذ راشد غانوشي منعوا الآن من الدخول هذا هو معناش الآن حتى فكرة على الأستاذ راشد شي حاله شي حالة صحته ونحن كقيادة حركة النهضة نحمل سلطة الأمر الواقع أي مساس مسؤولية أي مساس بسلامته الجسدية والنفسية ونحملوه كذلك المسؤولية في التعدي على حق التوانسة في مرس السياسة وكذلك ننبه إلى أن حركة النهضة تتعرض مرة أخرى وهذا قدرها يبدو لمظلمة تاريخية كبيرة جديدة يخي عيب نحن نعمل سياسة ناس تستكثر عيننا من أن نحن موجودين في تونس الإسلاميين ينزموا يختفوهم من هذه البلاد ما عناش حق نعمل سياسة ما عناش حق نساهموا في بناء بلادنا ما عناش حق نقولوا هذه غالطة ما عناش حق نقولوا هذه المسجيش وحنا ما نشي ملايك يا رو وحنا يبيدنا عملتنا ولكن عنا نعم في السياسة كان يا أخي ما تحبونيش في تونس يقولوها حطونا في بطو وهزونا ولكن مدامنا موجودين في بلادنا بيش نعملوا السياسة وسنبقى اللي اللي اعطاها ثلاثمائة شهيد ما الساعد يعطي كيف في سبيل حرية تونس أحنا نحبه تونس ونحبه نعيشه في تونس مع التوينسة ومع عنا مشتلى حتى ما حد سيد الرئيس ما عناش مشتلى معاه مشتلى الوحيدة معاه هو أخوي خلينا نعمل سياسة وديمقراطية تعاليش الساكترايين اللي عيشوا فيها الفرنسيس والامريكان وغيرهم عليش اش نقصنا عنا مش نعيشه في الديمقراطية ما نقصنا حتى شي هذا يكلمي أنا مرحبا بيكم صحيح شريبيتكم جميعا مرحبا بكل الأخوة والأخوات الأعلمين والأعلميات ليلة 27 رمضان عند كل المسلمين هي ليلة للتضرع إلى الله سبحانه وتعالى لعله يزيل عن المسلمين همومهم ليلة 27 رمضان 2023 في تونس هي ليلة زيادة الهموم ليلة زيادة الاستهداف للقادة السياسية عند كوكبة من القادة السياسيين وقاع استهدافهم وهم الآن يقبع في السجون من أكثر من شهرين الليلة في هذه الليلة الفضيلة يزداد إلى هذا الرقم الكبير من القادة السياسيين الزعيم والقائد الأستاذ راشد الغنوشي طبعا نحن نتحدث عن هذا الرجل باعتباره يتعرض اليوم إلى مظلمة في شكل اختطاف منذ ثواني فقط أحنا بلغنا لهو في ثكنة العوينة ولكن قبل ذلك لساعات طويلة ظللنا ننتظر والمحامين يبحثوا ولم نكن نعلم أين اختفى الأستاذ راشد الغنوشي يبقى هذا لا يبرر أبدا هذا الشكل من أشكال الاعتقال التعسفي الأستاذ راشد غنوشي ذكر الدكتور منذر منذ حين ذهب إلى التحقيق حوالي عشر مرات طواعية لم يستنكف ولم يتعالى عن القضاء وعن الذهاب إلى التحقيق طالما أنه كان دائما وسيظل بريئا من كل التهمة التي وجهت له اليوم وجدنا أنفسنا أمام هذه الحادثة الغريبة تحت قانون الإرهاب الذي ينفذ بطريقة تعسفية وفي حق الرجل الذي يحمل اللقب هو مستحق له هو زعيم سياسي وقائد سياسي عنده في تاريخه أكثر من خمسين سنة من النضال ضد الدكتاتورية قضى سنوات طويلة في السجن وأكثر من عشرين سنة قضاها في المنفى نضالاً ضد الدكتاتورية قضى عشر سنوات ارتبط فيها اسمه اسم الأستاذ راشد غنوشي وليس وحده ولكنه ارتبط اسمه طيلة عشر سنوات الماضية بالانتقال الديمقراطي في تونس إذا تحدثنا على هذه الفضيلة فضيلة سكنة ديمقراطية في هذا البلد العربي المسلم لإسمه تونس فسيكون لإسم الأستاذ راشد غنوشي مكانة أكيدة ومرموقة الآن هو يستهدف رغم أنه ناضل وكتب عن الديمقراطية ومارسها واجتهد في أن يعيشها التونسيون في الفترة التي كان فيها قريباً من السلطة أو مشاركاً فيها الآن هو يستهدف طبعاً نحن في هذه النقطة الإعلامية نريد أن نبين أننا نندد تنديداً لا مزيد عليه بما أقدمت عليه السلطة في حق الأستاذ راشد غنوشي وفي باعتقاله بهذه الطريقة واقتياده بهذه الطريقة التي في الحقيقة إذا كانت تمثل شيئاً سلبياً فهي في وجه هذه السلطة في وجه هذه الدولة التي نريد اليوم أن نؤكد أنها أكدت مجدداً أنها لا تحترم مواطنيها بل ولا تحترم خاصة قادتها وزعمائها وشخصيات الاعتبارية فيها الأستاذ راشد غنوشي نحن نعتبر اليوم أنه في وضعية فيها استهداف لشخصه ورمزيته وفيها استهداف حتى لصحته هو نحن لا نعلم إلى أين ذهب به ونحن نؤكد دائماً أننا نحمل السلطة كل المسئولية عن سلامته الجسدية وعن ربما حتى حياته نحن لا نعلم كيف وقع التعامل معه في حالة الاختطاف طبعاً نطالب بإطلاق صراحه فوراً ولا نريد لهذا الأمر أن يستمر لا أيام ولا أسابيع نريد للإطلاق الصراحة أن يكون فورياً الآن وليس بعد وقت آخر ونريد أيضاً أن نؤكد أن استهداف الأستاذ الراشد الغنوشي في هذه الأيام ونحن طالعتنا الأخبار السلبية عن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي ما الذي سيحدث بعد اعتقال الأستاذ الراشد الغنوشي؟ هل ستنجو تونس من الأفلاس؟ لا أظن هل سيقع عقد هذا الاتفاق؟ لا نظن هناك سياسات مترددة وهناك سياسات يعني نقول حتى مراوغة تجاه هذه المؤسسات المالية من جانب السلطة ولا نعتبر أن اعتقال الأستاذ الراشد الغنوشي سيفيد التونسيين في شيء نطالب بإطلاق صراحه فوراً ونحمل السلطة كل المسئولية عن سلمته مع الشكر